موسيقى مشاهدين الكرام أهلا بحضراتكم معنا ويوم جديد من أيام شهر رمضان الكريم كل عام وحضراتكم بخير مع زينة بطعم البيوت النهاردة الخميس 25 رمضان أيام رمضان بتجري بتعدي بسرعة عايزين نستثمر كل دقيقة أو كل سنة متبقية في هذا الشهر الكريم في التقرب أكتر وأكتر إلى الله سبحانه وتعالى بكافة أنواع العبادات والأعمال الصالحة ربنا يتقبل منا جميعا يا رب صالح الأعمال كل سنة وانت طيبة يا مروى وبالصحة والسلامة كل سنة وانت طيبة يا حنان كل سنة وكل مشاهدين بألف خير زي ما حنان بتقول الأيام بتجري خلاص النهاردة الخميس اليوم اللي بيعدي علينا مش حيجي زي تاني في شهر رمضان يعني الخميس الجاي إن شاء الله هنكون في العيد النهاردة محضرين لحضراتكم مجموعة من الفقرات هنتكلم عنها بالتفصيل والبداية دايما مع حنان ومع زينة عندك ايه حنان؟ فأول فقرة يا مروى فقرة مهمة جدا ودايما بنقول الصحة هي الاستثمار الأول في حياة كل إنسان وفي حياة الدول بشكل عام والدولة المصرية الحقيقة بتحاول جاهدة من يعني خلال مؤسستها الخاصة بالصحة بتقديم أفضل جودة وأفضل خدمة صحية لكل مواطن مصري وده لحظناها الحقيقة من خلال الكثير والكثير من المبادرات اللي يمكن بدأت بمبادرة 100 مليون صحة وخرجت منها الكثير من المبادرات الخاصة بصحة المرأة وصحة الأطفال وصحة المواطن المصري بشكل عام النهاردة هنتكلم عن مبادرة خاصة باكتشاف الأنيميا والتقزم عند الأطفال إيه هي أعراض الأنيميا إيه هي أسبابها إيه هي الأمراض اللي قد تؤدي يعني نتيجة إصابة الطفل بالأنيميا ده ممكن يؤدي إلى إصابته بأمراض كثيرة جدا وبأعراض مختلفة عن اكتشاف الأنيميا والتقزم وكيفية علاجها وكيفية مواجهتها عند الأطفال هتكون معنا فقرة مهمة إحنا فقرتنا إحنا عندنا فقرة واحدة مهمة في طعم البيوت فقرة حوارية بنتكلم فيها عن أمال وطموحات المرأة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد حلفه اليمين أمام البرلمان المصري في العاصمة الإدارية الجديدة يوم الثلاثة اللي فات أول مبارح طبعا بنهني الشعب المصري كله على فترة الرئاسة الجديدة للرئيس عبدالفتاح السيسي ونتمنى أن المكتسبات اللي تحصل عليها المرأة تكون كتير الحقيقة إحنا طمعين خلينا من خلال فقرتنا نتكلم عن أمال المرأة في فترة رئاسة جديدة للرئيس عبدالفتاح السيسي أنت عندك إيه كمان؟ فقرة مهمة يا مرأة وفعلا فقرتك وأمال وطموحات المرأة لا تنتهي ولا تقف عند حد معين ولكن إن شاء الله في المستقبل المرأة ستحقق الكثير والمزيد والمزيد من أحلامها وطموحاتها معنا بقى فقرة تانية هي أعتقد خاصة بالمرأة يمكن كل أفراد الأسرة المصرية دايما بنحاول نسعى إلى العزومات الجميلة بنحاول نسعى إلى التجمعات العائلية تجمعات الأصدقاء الأهل الجيران خصوصا اقتربنا خلاص من العيد كل سنة وحضراتكم طيبين عايزين نحافظ على هذه التجمعات الجميلة ولمة العيلة ولمة الأسرة ولكن برضو من خلال ترشيد في الاستهلاك وإزاي نفكر وإزاي ندبر علشان هذه العزومات ما تبقاش مكلفة عايزين كمان نعتمد على المنتج المصري ومنتجات المحلية الجميلة بتاعتنا عايزين نبتعد تماما عن المواد المستوردة بقدر الإمكان طبعا وتكون كل احتياجاتنا هي خامات محلية ومنتجات محلية هنعرف ده من خلال فقرتنا الجميلة اللي إن شاء الله تنال إعجابكم وبعنوان فكري ودباري إحنا استعرضنا من خلال المقدمة فقرتنا اللي هنقدمها لحضراتكم دلوقتي هنخرج لفاصل صغير ونرجع نبدأ كلام بالتفصيل بنرجع مرة تانية مشاهدين الكرام وفي إطار حرص الدولة المصرية على الحفاظ على صحة المواطن المصري هي قدمت الكثير والكثير من المبادرات الصحية النهاردة هنلقي ضوء تحديدا على المبادرة الخاصة بالأنيميا والسمنة الحقيقة هذه المبادرة تستهدف 15 مليون طالب وطالبة في مختلف المحافظات ومدارس مصر الحكومية والحقيقة ده شيء مهم وشيء رائع جدا لأنه الاهتمام بصحة أطفالنا مهم جدا لأن زي ما دايما بنقول أطفال اليوم هم شباب الغد ورجال المستقبل ومهم جدا أن احنا نكتشف الإصابة بأي مرض من الأمراض نكتشفه عند أطفالنا وهم صغار في السن ده إن شاء الله بإذن الله حيكون العلاج أسهل ويكبر وهم يكونوا بصحة جيدة عموما للحديث عن مبادرة الأنيميا والسمنة هتكون معنا النهاردة وبتشرفنا في هذا اللقاء الدكتورة هاديل مجدي أخصائي التغذية العلاجية أهلا بحرك معنا يا دكتور شرفتين أو نورتين الشرف ليه أهلا بحضرتك دكتورة هاديل يمكن زي ما حضرتك سمعتيني الكثير من المبادرات قدمتها الحكومة المصرية طبعا من خلال وزارة الصحة لصحة المواطن المصري بشكل عام وخصوصا الأطفال كمان فيه اهتمام كبير جدا بصحة الأطفال عايزين نتكلم عن مبادرة الأنيميا والسمنة أهمية هذه المبادرة وإلى أي مدى هي مؤثرة في اكتشاف هذه الأمراض مبكرا وعلاجها بإذن الله طبعا إحنا بقينا بنشوف في الفترة الأخيرة انتشار كبير جدا لمرض السمنة في الأطفال والأنيميا خاصة أنيميا نقص الحديد وده بيأصل بشكل كبير جدا على حياتهم الصحية والنفسية كمان يعني الأطفال في الدراسة ممكن يتأثروا نفسيا بسبب التنمر لزميلهم وبنلاقي أن الطفل ممكن يحصل له انطواء واكتئاب ومشاكل نفسية كبيرة جدا وكمان بيأثر على مستوى الدراسي يعني الأنيميا في الأطفال بتخلي الطفل مجهوده قليل تركيزه قليل وبالتالي ده بيأثر على مستوى الدراسي فالمبادرة دي طبعا مفيدة جدا للأطفال عشان وفيها توعية للأباء والأمات يعني بضرورة ان احنا نتابع الطفل دوريا لازم مثلا كل ست شهور نعمله صورة دم كاملة لازم نتابع الأكل بتاع الطفل النظام الغذاء بتاع الطفل عشان ما نوصلش للمرحلة دي تمام دكتورها ديل خلينا نتكلم بتفصيل أكتر بعد إذن حضرتك يعني فعلا هي مبادرة رائعة يعني شوفي حضرتك لما تستهدف 15 مليون طالب وطالبة ده شيء رائع جدا يعني من أبناء مصر كلهم أولادنا الحقيقة عايزين نعرف إيه الأعراض إيه الأعراض اللي ممكن تظهر على الطفل وفي أي مرحلة عمرية هل من أول مثلا 3 سنين 4 سنين ولا أكبر من كده ولا أقل من كده إيه الأعراض سريعا اللي حركت نبهي الأم لأ خلي بالك دي أعراض مش طبيعية ممكن طفلك يكون عنده مشكلة خاصة بالأنيميا مثلا بالنسبة للأنيميا الطفل يعني خلاص إحنا فطمنا الطفل بدأ الطفل يدخل له غذاء بس بدون لبن الأم ده بقى إحنا بنبدأ نركز معه ونتبع الأنيميا لأن إحنا لازم نركز في فأكله على الحديد لأن لو ما خدش حديد كافي هيحصل له أنيميا إيه هي بقى الأعراض اللي بتظهر على الطفل أول حاجة شحوف في الوجه ده بنلاحظه من لون الشفايف وأطراف الأصابع برضه بتبقى لونها شاحب مش وردي أي تاني حاجة مجهود الطفل بيبقى قليل ولو عمل أي مجهود بيتعب يعني يعني بيهبط بسرعة دايما الطفل مش قادر يمارس نشاطاته بعد كده الطفل ممكن يعاني من صداع على طول أنا أصلا أنا مصدع أنا يعني مش عارفة ركز في مذاكرتي تحصيل الدراسي بيبقى قليل برضه ممكن نلاقي في بعض الأحيان سرعة ضربات القلب خصوصا لما بيبزي المجهود يعني ممكن الأنيميا دي تبدأ أعراضها من بعد مثلا تلات سنين يا دكتور يعني من أول تلات سنين أو 14 سنين ممكن نتوقع أن ممكن الطفل ده يبدأ يعاني من أنيميا أيها طمام والأعراض اللي حالي قلتها دي برضو الأم يعني أعتقد بزكاء الأم المصرية هي هتقدر تفرق ما إذا كان الطفل بيت دلع أو مش عايز يروح المدرسة أو أو كل الأسباب اللي احنا عارفينها دي ولا هو تعبان فعلاً لو حاست أنه تعبان فعلاً على الطفل إن هو بيبان الفرق يعني أو بيبان شحوه بالوجه برضو دي علامة مميزة جداً إن شفاية في الطفل بتبقى باهت خالص ووش هو باهت على طول بقى في الوقت ده لازم تتوجه لأقرب دكتور يفحص للطفل ويطلب منها بقى التحليلات أيوة بتعمل صورة دم كاملة مخزون للحديد وبتتوجه بقى للطبيب عشان يكتب لها مكملات الحديد وكمان نظام جزائي يلتزم بالطفل طيب خلينا نتكلم عن السمنة وبعدين هنتكلم بقى على العلاج يعني بشكل عام برضو من خلال لقاءاتنا مع الأسادزة أسادزة التغذية العلاجية قالوا إن نسبة السمنة ارتفعت جداً في السنين الأخيرة عند الأطفال وعند كمان المراهقين في مرحلة المراهقة يعني قالوا إحنا بقينا نشوف نسب كتير جداً مرتفعة من السمنة تفتيجي لحرك إيه الأسباب إيه أسباب زيادة نسبة السمنة عند الأطفال والمراهقين الأسباب الحياة اللي إحنا بقينا عايشين فيها والأطفال بقوا متجهين للفاست فود والسناكس الغير صحية كمان الكبار يعني إحنا الأباء والأمهات المفروض يكونوا قدوة لأطفالهم إحنا دلوقتي بقينا حتى الأباء والأمهات بقوا دايماً أكل من برا دايماً سناكس آآ غير صحية آآ دايماً الطفل آآ قاعد قدام التلفزيون وقدام الموبايل ده غير إن هو يعني ما بيبزلش مجهود في حرقه بيقف وبالتالي آآ 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 ده بيأثر إن إن وزنه بيزيد آآ وكمان آآ ممكن تأثر على مشاكل تانية إن إصابة الطفل كمان بالتوحد ومشاكل تانية في المخ يعني إحنا بغينا عن كل ده صحيح صحيح أعتقد كمان يا دكتورة زيادة الألعاب التكنولوجية والألعاب دلوقتي دي يعني أعتقد خلت الولاد والشباب يبعدوا شوية عن ممارسة الرياضة والألعاب هم قاعدين طبعاً فده أكيد كان من الأسباب اللي زودت نسبة السنة هنرجع تاني برضو هنتكلم عنها بتفصيل أكتر بس اسمحلنا هنتوقف ثواني مع كل سيدة المشاهدين هنشوف مع حضراتكم بعض المشاهد عن إنجازات الدولة المصرية في مجال الصحة والكثير والكثير من المبادرات للارتقاء بالخدمة الصحية المقدمة للمواطن المصري ونرجع مرة تانية مشاهدينا بنرجع مرة تانية ونكامل لقاءنا مع الدكتورة هاديل دكتور هاديل أعتقد السمنة مرتبطة بالأنيميا يعني هو لو أكل حرك أشارتي قبل ما نشوف هذا التقرير عن الإنجازات أشارتي أنه من أسباب السمنة الأكلات السريعة والإعتاد عليها الأطفال والشباب طبعا الأكلات دي ما فيهاش أي قيمة غذائية يعني إلا قليلة جدا هي ما فيهاش خالص ما فيهاش قيم غذائية خالص فهنا لو هو أكل أكل صحي وأكل مزبوط مش هيبقى عنده أنيميا ومش هيصاب بالسمنة بالضبط وكمان لما يكون طفل عنده أنيميا ده بيأثر كمان على الحرق بتاعه وبيخليه وزنه يزيد يعني ده من برضه من أسباب أن الحرق بتاع الطفل بيبقى قليل أنه عنده أنيميا صحيح صحيح طيب قولنا كده حريك إيه هي الأكلات الصحية الجميلة اللي ما فيهاش سعرات حرارية عالية تصلح لعلاج الأنيميا وفي نفس الوقت لو حد عنده سمنة يبقى نظام غذائي كويس بالنسبة لي إحنا عندنا مصادر الحديد بتنقسم لنوعين مصدر حيواني ونباتي ومصدر نباتي المصدر الحيواني بيبقى قيمته الغذائية أعلى في الحديد وامتصاصه أسهل وأسرع من المصدر النباتي المصدر الحيواني عندنا اللحم الحمرة والكبدة والكلاوي وكمان صدور الفراق بس طبعا هنشيل منها الجلد عشان إحنا عايزين ما نوصلش للسمنة كمان البيض كويس جدا ده بنسبة لمصادر الحيواني المصادر النباتية عندنا الورقيات الخضرة زي الملوخية والسبانخ برضو البنجر البتنجان الطمر العسل الأسود البكوليات زي الفول والحمص كل دي مصادر غنية بالحديد الأم لازم تركز للطفل عليها طيب دكتوراه هذه الكمية إيه برضو حتى يعني لا نبالغ وندي كميات كبيرة جدا تجيب نتيجة عكسية عند أطفالنا أو ما نشعرش أن احنا مقصرين في حق أطفالنا لو مرضو ما فيش إمكانيات يعني حارك عارفة التكلفة دلوقتي قد تكون زيادة شوية ففي بعض الأمهات بيحسوا بالتقصير يعني فاحنا برضو عايزين برضو حارك تقول لنا إيه الكمية المناسبة من البروتين أو من المنتجات الحيوانية أو النباتية؟ إحنا ببساطة كده عشان ناكل وجبة غذائية متكاملة لازم هنقسم الطواق بتاعنا نصين النص يبقى خضار تمام النص التاني هنقسمه ربعين ربع عبارة عن بروتين والربع التاني عبارة عن نشويات تمام فبالتالي أنا مش محتاج كمية كبيرة من البروتين عشان يعني أحصل على كمية غذائية كبيرة يعني أنا محتاج ربع طبقي بروتين ربع نشويات والنص خضار ده عشان أكل وجبة غذائية متكاملة بروتين حيواني؟ بروتين حيواني أو بروتين نباتي؟ طيب لو قلنا مثلا عشان كلامنا يبقى واضح المراهق مثلا ما بين 10-12 سنة لغاية مثلا 14 أو 16 سنة ممكن يحتاج قطعة لحمة مثلا مرتين في الأسبوع ده كفاية بالنسباله؟ ويوم مثلا ربع فرخة يوم مثلا عدسي يوم فول يوم يعني ولا إيه رأيي حركة؟ أنا بقول أمثلة يعني حركة قلنا النظام الصحي ده هقول لحضرتك على النظام المفروض أن هو بقاله سنين جدا بيتقالي أن هو أفضل نظام إن ممكن تمشي عليه بطريقة صحية وهو نظام شعوب البحر المتوسط دول بيعتمدوا يعني هو الهارم بتاعهم قعدته فيها الخضار والفاكهة القعدة يعني أكتر حاجة هنستهلكها الخضار والفاكهة والبكوليات والحبوب الكاملة تاني حاجة بعدها السمك الأسماك الأسماك ممكن ناكلها مرتين أو تاتة في الأسبوع بعد كده الفراخ والبيض والمنتجات الألبان دي هناخدها بكميات معتدلة أقل حاجة خالص اللحوم والدهون تمام ده عشان نقدر نمشي بطريقة متوازنة يعني حتى أنا دلوقتي بنقول إن اللحوم غالية أنا مش محتاجها أكتر من مرة في الأسبوع ده عشان أمشي بطريقة صحية كويس كويس أوي في بدايل كتير في بدايل فيها بروتينات نباتية زي البكوليات صحيح ممكن ناخد منها برضو البروتينات إن إحنا محتاجينها زي العتس والفول الحمص كل دي بداية يعني إحنا نقدر نقول مثلا البروتين الحيواني بأشكال وأنواع مختلفة ممكن يبقى مرتين أو تلات مرات في الأسبوع بس ما بين بقى اللحمة والفراخ والسمك البيض المسلوق الجبنة الجميلة منتجات الألبان أيا بسكت وبعدين نعتمد في الثلاثة يام التانية أو الأربعة يام التانية على البروتين النباتي ده هيدي برضو قيمة غذائية كويسة للجسم أكيد طبعا تمام تمام طيب أوقات كتير بيبقى عندنا برضو أطفال بيعانهم من السمنة والأنميا في نفس الوقت يعني حتى أوقات نشوف أطفال عندهم سمنة عالية جدا ويقولك ده عنده أنميا فالناس تبقى مستغربة إزاي مع السمنة الجمدة دي وهو عنده أنميا ده معناها أنه بيأكل غلط هو ما بيأكلش صح وبيأكل كميات كبيرة جدا بأنواع غلط فبيصاب بالسمنة هو بالعادس أصلا الاتنين مرتبطين ببعض يعني أنا أصلا بيأكل أكل غير صحي ومليان سعرات حرارية كتير مفيش كيمة غذائية فبالتالي أنا ما بخدش الجسم يمحتاجه من الحديد فبيحصل لي الأنميا دي ووزن بيزيد فبيحصل لي كمان السمنة طيب عايزين نكمل المعادلة بقى يا دكتورة بعد إذن حضرتك وعايزين برضو الوجبات الغذائية اللي هي هتساعد أطفالنا على التركيز وعلى التحصيل الدراسي يعني إحنا بعد العيد مباشرة بإذن الله كل سنة وحرك طيبة وبعد أجازة العيد أولادنا تقريبا جميع المراحل العمرية يبدأوا يستعدوا للامتحانات بقى في شهر خمسة بإذن الله وستة إيه برضو الأكلات اللي تساعدهم على التركيز؟ أكتر حاجة ممكن تساعد على التركيز الحاجات اللي فيها أوميجا سري زي الأسماك والسردين والتونة والأسماك اللي فيها دهون صحية أي والمكسرات أنا أعرف المكسرات دلوقتي بقت غالية بس إحنا بناكل منها كمية معتدلة يعني ممكن ناخد مثلا اتنين عين جمل مثلا أو سبع لزات في اليوم ده للأطفال ده هيساعدهم على التركيز أكتر مع النظام الغذائي اللي إحنا قلنا عليه إن إحنا هنمشي بنظام غذائي متوازن ما ناخدش طبعا الحلويات اللي فيها مواد حفظة دي بيتقلل من تركيز الطفل تمام والفاستفود اللي ما فيهوش أي قيمة غذائية ده طبعا بيأثر على الطفل وبيخليه يفكد تركيزه تمام تمام يعني وجبة غذائية متكملة بإذن الله شكرا لحضرتك شرفتينا ونورتينا دكتور هادية شكرا مشاهدينا كرام هنطلع فاصل ولكن هنرجع مرة تانية والفقرة القادمة فقرة جميلة جدا هي خاصة بالأسرة المصرية بعنوان فكري ودبري وإزاي نستمتع بالعزومات والتجمعات العائلية لكن برضو مع ترشيد في الاستهلاك ومع التدبير علشان ميزانية الأسرة اشتركوا في القناة